ومن جنبه رحب القيادية الفلسطيني محمد دحلان رئيس تيار الإصلاح الديموقراطي بحركة فتح وعضو المجلس التشرعية بقرار إسبانيا ونرويج وإيرلندا الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وفي تدوينة له على منصة أكس أكد دحلان أن الاعتراف الثلاثية يعتبر خطوة أساسية على طريق الحرية والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي مشيرا إلى أنه خطوة كبرى وأبدأ أمله في أن تنضم إليها كل دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد